بين هالطنجرة بدك تسحب موضوع ساخن جدا بدك تقريه وبدك تجاوب عليه من صميم القلب وبكل جرأة وعلى طريقتك الخاصة بس باري كرييتف برافو عليكم هايدي علمك يعني طبخا المواضيع الساخنة طبعا البعض بيقول الوجه الحلو البعض الآخر بيقول السكس أبيل وفي منهم بيقولوا المحن سمعت شو بيقولوا؟ ها أو حتى افتعال الفضائح والبلبلة عم تختلف الآراء هالأيام على عوامل نجاح الأعمال التليفزيونية يلي بتجيب ريتنج برأيي أنا كيف من أيم مسلسل تليفزيوني على أنه عمل سيء أو عمل أسوأ وهل المشاهد دور بالموضوع؟ طلال الجردة كلنا سمع هبا الجمهور بلبنان هلا عم بيلحق ايه؟ عم بيلحق الوجه الحلو مثل صديقنا القطع السكس أبيل المحن الفضائح البلبلة يعني ما عم نروح على عمق الأشياء يعني مرأ البلد بظروف كثيرة وعادة إذا بتعني قراءات معينة لما بلاد تمرق بحروب بنزل شوي المستوى الثقافي بالبلد أتأمل بيوم يعني قريب حتى مش بعيد نروح شوي على عمق المواضيع يعني هلا فايتين بموضة الفساد ما بيمنع أنه نعمل عمل له علاقة بالفساد وبالتقشف وبال وحقيقة بلد من له سكفوف نحن عم نعمله شكرا طلع للجر ده تسلم أنت قلت أنك مش مسيّس وبتتبع الستين بالمية يلي ما بيتبعوا حدا طيب بما أنك من هالستين بالمية احنا بهمنا نعرف هالأشخاص يعني كيف بيقضوا حياتهم من دون ما يلحقوا حدا على العميانة ما يطبلوا لحدا ما يزمروا لحدا ما يلوموا حدا كرماله يعني لابد ما هشيف يخلق فراغ بحياة الإنسان والله حتى يتي أصبعك على الجرح هلا للأسف هلا الستين بالمية يلي إلنا عشرين وثلاثين سنة بالممارسة زيتا عم ندفع الفاتورة هلا بس أدمهني شاطرين عم بدفعونا الفاتورة مثلنا مثلهم زعلان انت ايه زعلان مثلي مثل هالناس بس ما عاد في شيء له طعمة يعني الأنسب شيء لللبنان بالقطل الحاضر أعتقد العسيان المدني تنهار الدولة كلها عبعضها بركي على وعسا بكيتنا يا زل لا عم بقلك بركي على وعسا بيرجع بسطولنا هالمصريات ومنرتاح كلنا صوم يعيش بحبوحة بعد سنة بس انت بإحدى مقابلتك قلت ان الحب عندك بيروح وبيجي بيروح وبيجي بيروح وبيجي بيروح وبيجي مثل الترانسيت وشبهت حالك بالمطار نعم ممكن تحكينا عن حجم الطائرات اللي غطيت عندك كل الأحجام يعني بدك تقولي مطار عنده مدارج الحمد لله تستوعب كل الطائرات واو آخر شي غطيت ثري اي تي اي هذه ما بتغطب كثير مطارات وحيوقفوا إنتاجها لحقتها على آخر لحظة خطيرة خطيرة وللإليسات الصغيرة كمان نيحة يعني الخاصة خاصة طيارات الخاصة بس تنزل مميزة كثير مميزة يا عينة التميز طب طلال غير الاكتئاب شو عندك هوايات؟ لا والله مني انا الاكتئاب هلأ وضع البلد شوي سيء مش مكتئيب؟ نظني بفرفش نفسي وهوايات غير ضمن الفرفشة